واتكلمنا عن بعض ذلك بالأمس ونكمل النهاردة حول فضل صلاة الجماعة وإنه الإنسان بيشهد خير عميم ورحمة كبرى من رب العالمين بتهبط على هؤلاء المصلين اللي بتجمعهم هذه الشعائر اللي فيها روح الجماعة بل الإسلام يدعو إلى هذا الائتلاف في نسيج المجتمع الإسلامي وكذلك لدعوته العامة للائتلاف مع المجتمع الإنساني بأسره إحنا لما بنجد من الإسلام دايما عنده حرص شديد على إن المسلمين بيكتمعوا على الشعائر الإسلامية وإنها تكون أشبه بالمنارات اللي بيلتف حولها المسلمون وفي نفس الوقت بيؤدوا هذه العبادات في صورة جماعية وفي نفس الوقت بيستلهموا منها وبيستوحوا منها الود المفروض الود المصف المفروض يكون ما بينهم والإخلاص العميق المفروض يكون في نفس كل واحد منهم ده أيضا من فضل صلاة الجماعة ولذلك الإسلام دايما حريص بل بيؤكد إن المسلم دايما جزء من المجتمع سواء في مجتمعه الصغير أو في مجتمع العالم الإنساني بأسره المسلم دايما منخرط في المجتمع المسلم بعيد عن الإنعزال بعيد عن إنه هو عن الانفراد يكون لوحده سواء في الفكر أو في أسلوب الحياة أو في نمط الحياة بشكل عام مع تميزه بشخصيته الإسلامية اللي هي المفروض في الأصل شخصية تفاعلية في المجتمع اللي الإنسان بيحيا فيها الإنسان بيحصل ثوابا عظيما عميما بفكرة إنه منضم إلى باقة أو مجموعة من المصلين بيؤدي معهم هذه أشعر كصلاة الجماعة أو كشهود الإنسان لصلاة الجماعة وشفنا بعض من هذه الأنوار والبركات اللي الإنسان ما بيتعبش فيها ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى بيعملن بفضله وكرمه علمنا النبي عيسى والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وعلمنا النبي عيسى والسلام في ذات الحديث ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليلة كله ده النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا إلى الخير كله اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيعطيه لهؤلاء المصلين اللي لما بيبقى واحد بيصلي الوحد لو بيصلي اتنين أفضل ولو بيكونوا تلتة بيكون أفضل وأزكى وأبرك للجميع بل كل ما بيزيد عدد المصلين كل ما بتهبط عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى وبركات الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى المعندة وأخبرنا عليه الصلاة والسلام إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده الإنسان أزكى يعني أعلى وأكثر ثوابا فيها مضاعفة في الثواب صلاة الرجل مع الرجل الآخر أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل كل ما العدد بيزيد كل دمما يكون أحب إلى الله وطالما هو أحب إلى الله معنى كده إن بيبقى فيها بركات بتعم على هؤلاء المصلين بتكثر عدد الملائكة بدل بيبقى الدعاء لفرد أو فردين بيبقى الدعاء بعدد كبير من الملائكة لكل هؤلاء المصلين وده إيذانا من الله بهبوط البركات ونزلها على هؤلاء المصلين ويكفينا إن دائما أبدا الملائكة بتدعو اللهم مغفر لهم اللهم مرحمهم وكل ما بيزيد العدد كل ما بتزيد البركة وبتزيد الرحمات من رب الأرض والسماوات وبالتالي ده إحنا بنتناغم فيه مع لغة يعني حيوية في شريعتنا الإسلامية إحنا من الشريعة تنعزال بتنخرط وبتندمج مع المجتمع الإسلامي بننزل نأدي عبادات مع بعض أنا ما بنزل أصلي سواء من الرجال أو حتى لمن يأذن من الرجال لبعض زوجات إن هم ينزلوا يعني من الرجال يأذن لزوجاتهم إن هم ينزلوا يشهدوا بعض صلوات في المسجد أو حتى اللي بتصلي في البيت مع بعض من بنتها أو بتصلي مع صدي لها يحسن قراءة القرآن أو بتصلي مع زوجها المهم يبقى عندنا فهم لفلسفة روح الجماعة دينا دين لاقتلاف والاتحاد ودينا بعيد كل البعد عن الفرقة والتمزق حتى في أداءنا لبعض من شعائر العبادات إن إحنا بنأديها بهذه الروح اللي بالعكس كمان مش بتأدي عبادة وفقد بل بتثاب عليها كلما زاد عدد المصلين كلما زاد السواب والعطاء من الله سبحانه وتعالى إذن الإسلام عايزني مندمج عايزني منخرط في المجتمع اللي أنا فيه بشوف المصلين دول وبسلم عليهم وبسأل عليهم وبيبقى لي رفقة رفقة صالحة في ساحة العبادة في ساحة المساجد حتى في مفهومنا داخل البيوت مش كل واحد يصلي لوحده إحنا كلنا بنصلي مع بعض إحنا بتجمعنا روح الوحدة وروح التقالف ما فيناش نزعة الانفراد وكل واحد بيصلي في شتات بعيد عن الآخر إنما كلنا بتجمعنا الروح الوحدة حتى في أداءنا للعبادة داخل البيوت أو في مساجد الله سبحانه وتعالى وبالتالي ده لابد أن يكون هدف عندنا لنحصل ونحصل هذا الثواب العميم من الله سبحانه وتعالى وبالذات وإحنا عايدين نبتدي ده حتى من دلوقتي اللي ما كانش عارف ده أو ما كانش بيعتاد يعمل ده يبتدي من دلوقتي في هذه الأيام والليالي المباركة والتي نحن ما زلنا فيها مع هذا الشهر الحرام شهر ذي الحجة وبنستقبل كذلك شهر حرام نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل جميع أعمالنا وأنه يضاعف لنا السواب وأنه يجعلنا دايما أهل للطاعات إن شاء الله